بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدني وفي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم أفضل صلواتك على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واشرح اللهم صدري ويسر لأمري وارزقني نعمة الإخلاص وقني فتنة النفس والهوى وجنبني مزالق الشيطان إنك نعم المولى ونعم النصير في هذه الحلقة الرابعة في قراءتنا في كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي نقرأ في فقرة جديدة بعنوان طبيعة الرسالة الخاتمة يقول وتمتاز بعتة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عامة ودائمة والله عز وجل كان يستطيع أن يبعث في كل قرية نذيرة ولكل عصر مرشدة وإذا كانت القرى لا تستغني عن النذر والأعصار لا تستغني عن المرشدين فلما استعيض عن ذلك كله برجل فد الحق أن هذا الاكتفاء أشبه بالإيجاز الذي يحصل المعنى الكثير في اللفظ اليسير وبعتة محمد عليه الصلاة والسلام كانت عوضا كاملا عن إرسال جيش من النبيين يتوزع على الأعصار والأمصار بل إنها سدت مسد إرسال ملك كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماه ما بقيت على الأرض حياة وما تطلعت عين إلى الهدى والنجاة ولكن كيف ذلك في المزالق المتلفة قد يقول لك ناصح أمين أغمض عينيك واتبعني أو لا تسلني عن شيء يستثيرك وربما تكون السلامة في طاعته فأنت تمشي وراءه حتى تبلغ مأمنك إنه في هذه الحال رائدك المعين الذي يفكر لك وينظر لك ويأخذ بيدك فإن هلك هلكت معه أما لو جاءك من أول الأمر رجل رشيد فرسم خط السير وحدرك مواطن الخطر وشرح لك في إفاضة ما يطوي لك المراحل ويهون المتاعب وصار معك قليلا ليدربك على العمل بما علمت فأعلمت فأنت في هذه الحال رائد نفسك تستطيع الاستغناء بتفكيرك وبصرك عن غيرك إن الوضع الأول أليق بالأطفال والسدج وأما الوضع الأخير فهو المفروض عند معاملة الرجال وأولي الرأي من الناس والله عز وجل عندما بعت محمد عليه الصلاة والسلام لهداية العالم ضمن رسالته الأصول التي تفتق للألباب منافذ المعرفة بما كان ويكون والقرآن الذي أنزله على قلبه هو كتاب من رب العالمين إلى كل حي ليوجهه إلى الخير ويلهمه الرشد لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام إماما لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه فلما انتهى ذهبوا معه في خبر كان بل كان قوة من قوى الخير لها في عالم المعاني ما لاكتشاف البخار والكهرباء في عالم المادة وإن بعتثه لتمثل مرحلة من مراحل التطور في الوجود الإنساني كان البشر قبلها في وصاية رعاتهم أشبه بطفل محجور عليه ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء وحده وجاء الخطاب الإله إليه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم يشرح له كيف يعيش في الأرض وكيف يعود إلى السماء فإذا بقى محمد صلى الله عليه وسلم أو ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته إن رسالته تفتيح الأعين والآذان وتجلية البصائر والأذهان وذلك موذع في ثراته الضخم من كتاب وسنة إنه لم يبعت ليجمع حول اسمه أناسا قلوا أو كافروا إنما بعت صلة بين الخلق والحق الذي يصح به وجودهم والنور الذي يبصرون به غايتهم فمن عرف في حياته الحق وكان له نور يمشي به في الناس فقد عرف محمد صلى الله عليه وسلم واستضل بلوائه وإن لم يرى شيخه أو يعش معه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فإذا رأيت بعض الناس يتناسى دروس الأستاذ ويتشبت بثيابه وهو حي أو يتعلق برفاته وهو بيت فاعلم أنه طفل عرير ليس أهلا لأن يخاطب بتعالم الرسالة بل أن يستقيم على نهجها في مساجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة رأيت حشدا من الناس يتلمس جوار الروضة الشريفة ويود أن يقضي العمر بجانبها ولو خرج النبي حيا على هؤلاء لأنكر مرآهم وكره جوارهم إن رثاثة هيئتهم وقلة فقههم وفراغ أيديهم وضياع أوقاتهم وطول غفلتهم تجعل علاقتهم ببني الإسلام أوها من خيط العنكبوت قلت لهم ما تفيدون من جوار النبي وما يفيده ونفسه منكم إن الذين يفقهون رسالته ويحيونها وراء الرمال والبحار أعرف بحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم منكم إن القرابة الروحية والعقلية هي الرباط الوحيد بين محمد عليه الصلاة والسلام ومن يمتون إليه فأن للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل بمن جاء يودع في الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا أهذا الجوار آية حب ووسيلة مغفرة إنك لن تحب لله إلا إذا عرفت أول الله الذي تحب من أجله فالترتيب الطبيعي أن تعرف قبل كل شيء من ربك وما دينك فإذا عرفت ذلك بعقل نظيف وزنت بقلب شاكر جميل من بلغك عن الله وتحمل العنة من أجلك وذلك معنى الأطر أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله هذا حديث ضعيف الإسناد أخرجه الترمد بشرح التحف والحاكم وأبو نعيم في حلية الأولياء والخطيب في تاريخه من طريق هشام بن يوسف عن عبد الله بن سلمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا به وقال الترمد حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهذا من تساهلهم جميعا لا سيما الذهبي فقد أورد النوفة لهذا الحديث في ميزان الاعتدال في نقد الرجال وقال فيه فيه جهالة ما حدت عنه سوى هشام بن يوسف ثم ساق له الحديد فأنا له الصحة وقد تفرد به هذا المجهول ولم يوثقه أحد ولذا قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب إنه مقبول يعني عند المتابعة فأين المتابعة له ولذلك فقد أصاب بن الجوز حين قال هو غير صحيح كما نقله المناوي في فيض القدير وتعقبه بما لا طائل تحته وهذا قول الألباني ثم يعلق الشيخ محمد الغزال قائلا نقول ومع نقضي الأستاذ لهذا الحديث فنحن نقبله لأن معناه يوافق الآية ولأنه في الفضائل ومعنى الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ثم إن نبي الإسلام لم ينصب نفسه بابا يهب المغفر للبشر ويمنح البركات إنه لم يفعل ذلك يوما ما لأنه لم يشتغل بالدجل قط إنه يقول لك تعالى معي أو اذهب مع غيرك من الناس لنقف جميعا في ساحة رب العالمين نناجيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا رضي عنك هذا النبي دع الله لك وإذا رضيت أنت عنه ووقر في نفسك جلال عمله وكبير فضله فادعوا الله كذلك له فإنك تشارك بذلك الملائكة الذين يعرفون قدره ويستزيدونه أجرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وليس عمل محمد عليه الصلاة والسلام أن يجرك بحبل إلى الجنة وإنما عمله أن يقدف في ضميرك البصر الذي ترى به الحق ووسيلته إلى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ميسر للذكر محفوظ من الزيغ وداك سر الخلود في رسالته فلننظر كيف عالج الرسول عليه الصلاة والسلام البيئة التي ظهر فيها على ضوء هذه الطبيعة المفروضة في رسالته ولننظر قبل ذلك إلى أحوال هذه البيئة نفسها نكسفي بهذا القدر في هذه الحلقة وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله نقرأ في فقرة جديدة بعنوان العرب حين البعتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر